اشتركوا في القناة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي لامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ولفت معاليه لهمية مشاريع تطوير البنية التحتية في المدن الإسكانية الجديدة والتي تأتي في إطار تهيئة سبول العيش الكريم للأسرات البحرينية وتحقيق الاستقرار لأفرادها وتوفير تجربة سكن متكاملة للقاطنين فيها وذلك من خلال ربطها بشبكة طرق وصرف صحي حديثة ومتطورة مع الأخذ بعين الاعتبار الأهمية المماثلة التي تكتسبها مشاريع الطرق والصرف الصحي في المناطق الداخلية جاء ذلك لدى زيارة معاليه وزارة الأشغال لمتابعة آخر مستجدات مشاريع تطوير البنية التحتية التي تنفذها الوزارة وخلال الزيارة حي معاليه الجهود المقدرة التي يبذلها جميع منتسبي وزارة الأشغال وأسهماتهم الجليلة في تطوير البنية التحتية لتكون على الدوام متسقة مع أولويات وسياسات برنامج الحكومة وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واثنيا في هذا الصدد على ما تمتلكه الكوادر الوطنية العاملة في الوزارة من خبرات هندسية وفنية وإدارية تصب في زيادة عملية النمو والتطوير بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويلبي تطلعات الموطنين كما اطلع معاليه على عرض حول خطة الوزارة للعام الجاري والعوام المقبلة لتنفيذ أكثر من 120 مشروعا لتوصيل ألاف العقارات بشبكة الطرق والصرف الصحي في مناطق داخلية موزعة على جميع محافظات المملكة عبر برنامج ممول من إرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة والذي يأتي بهدف تسهيل عملية التنقل وتعزيز سيابية الحركة المرورية وتأمين بيئة صحية وآمنة للمواطنين والمقيمين لتحقيق منظومة متكاملة لخدمات الصرف الصحي وذلك لرفع عدد المناطق المزودة بهذه الخدمة الحيوية والتي بلقت حتى نهاية العام 2022 حوالي 88% من إجمالي المناطق الداخلة في نطاق التعمير على مستوى المملكة مع العمل بشكل سنوي على زيادتها بما يواكب الحركة العمرانية والاستثمارية كما تم التطرق في العرض على مشاريع الوزارة قيد التنفيذ والبالغ عددها أكثر من 200 مشروع في قطاعات الطرق والصرف الصحي والبناء والصيانة فضلاً على المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي ستنفذها الوزارة في الفترة القادمة من جانبه أكد سعادة وزير الأشغال حرص الوزارة على العمل على توفير خدمات البنية التحتية وفق ما تتطلبه معايير الجودة العالية وذلك تحقيقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء وتقدم سعادة الوزير بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الأشغال بجزيل الشكر والامتنان إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء على تفضله بزيارة الوزارة مشيداً بما تحظى به الكوادر البحرانية وكافة المشاريع التي تنفذها الوزارة من دعم واهتمام معاليه واللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية نحن من خلال وزارة الأشغال أن المشاريع الرئيسية على سبيل المثال في قطاع المباني تم الانتهاء أو التنفيذ ومتابعة معاليه من خلال اللجنة على مشروع مركز المؤتمرات والمعارض في الصخير ويطلع أيضاً معاليه من خلال اللجنة ومتابعته إلى المشاريع الكبرى التنموية في منظومة الطرق لمتابعة تنفيذها وأيضاً الإشراف ومتابعة مشاريع تقليل من الازدحامات المررية على شبكة الطرق أيضاً متابعة مشاريع الصرف الصحي واللي من أكبرها حالياً توسعة محطة توبلي وأيضاً كمشاريع بيئية تحسين حركة المياه في خليج توبلي نشكر معاليه جداً من خلال اليوم في الالتقاء بمنتسبي الوزارة من مهندسين وعاملين نشكر ونقدر زيارة معالي الشخال بن عبدالله نائب رئيس مجلس الوزارة رئيس اللجنة الوزارية لمشاريع التنموية والبنى التحتية على زيارته اليوم وتم استعراض لمعاليه اليوم أهم المشاريع الاستراتيجية للوزارة وتم تسليط الضوء بشكل خاص على مشاريع البنى التحتية بما فيها مشاريع الطرق وتنفيذ مشاريع الشبكات الصرف الصحي بالإضافة إلى مشاريع البناء اللي نقوم بها في الوزارة إلى مختلف الجهات الحكومية كمان نثمن دعم وتوجيهات الشيخ خالد لتنفيذ هذه المشاريع حسب برنامج الوزارة للفترة الغادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة